هلو برايماري 2 اهلا بكم مكملين مع بعض منهج كوننكت من كتاب المعاصر وصلنا لينة 4 لسون 2 درسنا النهاردة هنكمل الرياضات يعني اليونة كله عن الرياضة فهنعمل ايه بقى هنشوف at the sportist club at the sportist club في النادي الرياضات اللي في النادي تعالوا نشوف بقى ايه الرياضات برضو دي ونشوف ايه الحاجات اللي احنا بنستعملها فيها بصوا كده عندي rocket راكت ده مضرب تنس فاكيد بستعمله في لعبة التنس راكت اسمه راكت خدنا بالنا ان السي والك السي اهي صوتها ما نطقتوش خطت الساوند بتاع الك بصوا عشان السي جت بعدها الك راكت طيب بصكت سلة بصكت سلة طب تعالوا نشوف ايه دي hit يعني ايه hit hit يعني يضرب hit يضرب اهو بيدرب الكورة بالمضرب hit hit يضرب hit الh ها ها hit طيب البنت دي بتعمل ايه بتنط الحبل ينط الحبل يعني skip skip ينط الحبل skip يخمن يعني ايه خمن يعني انت تبقى مثلا اه نحضر الجدول وبتخمن كده ان الماستر اه ماستر الانجلش مثلا مش هيجي النهاردة انت بتخمن لكن مش عارف صح ولا لأ التخمين يعني زي التوقع كده يخمن يعني guess guess حرف الج ج ج guess طيب win يفوز win win احنا قلنا ان صوت حرف الواو هو حرف الو و و و حرف الو win win يفوز يعني تبقى في لعبة معينة وانت اللي تبقى تفوز تكسب stay fit stay يعني يبقى يعني ايه يبقى يعني يبقى فترة يعني يظل على الحالة دي مدة معينة فترة كتيرة مش على طول stay 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 يبقى fit لائق بدنيا يعني ايه لائق بدنيا شخص رياضي شخص لائق بدني جسمه كويس جسمه رياضي stay fit يبقى لائق بدنيا club يعني نادي السي هنا بانطقها k sound k k club نادي يلا repeat after me الكلمات تانية rocket rocket مضرب التنس يضرب hit 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 ينط الحبل skip 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 سلة basket 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 يخمن يخمن guess يفوز win win يبقى لائق بدنيا stay fit stay fit نادي club 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 دي كلمتنا طيب يلا turn to the page تعالوا نشوف اللانجوج بتاعنا ايه this فاكرين this this ايه دي this دي اسم اشارة اسم اشارة معناه هذا او هذه يعني بشاور بيها على حاجة بس الحاجة دي ايه مفرد يعني ايه يعني حاجة واحدة بس علشان this اسم اشارة للمفرد اسم اشارة للمفرد بصوا الولد بيشاور على مضرب التنس بتاعه فبيقول ايه بقى this is this صحبتها معها ايه على طول this is my rocket this is my rocket هذا يكون المضرب التنس بتاعي طيب بصوا كده بقى هنا i الverbes اللي بتيجي مع البول الكرة ايه انا بشوت الكرة برجلي صح وايه تاني بضرب الكرة لما بمضرب التنس وايه تاني بقدر ارمي الكرة طب يلا نسوف اي انا اي انا لما اتكلم عن نفسي يعني حد بيتكلم عن نفسه بيقول ايه انا انا بقى يعني اي انا يعني اي انا ايه انا طيب تعالوا نشوف يلا نشوف بصوا كده الولد ده بيعمل ايه ها بيشوت الكرة فبيقول ايه بقى كرة ايدي كرة القدم صح طالما بيشوتها برجله طالما بيستخدم الفوت فيها تبقى ايه بقى كرة القدم I play football انا بلعب كرة القدم I kick the ball في كرة القدم بعمل ايه kick the ball صح بشوت الكرة برجلي طيب في التنس بعمل ايه I play tennis انا بلعب تنس ماشي I have a racket انا عندي مضرب to hit عشان اضرب بي I hit the ball hard انا بضرب الكرة بكوة hard ماشي basketball كرة السلة I play basketball أنا بلعب كرة السلة I throw انا برمي the ball الكرة in the basket برمي الكرة في الباسكت خلاص كده استخدمنا kick يشوت الكرة kick kick مرتبطة بفوتبول hit اضرب بالتنس throw ارمي بالباسكت بول turn the page بصوا بصوا كده at the sports club في الرياضات في النادي تعالوا نقرأ يلا at the sports club نادي الرياضات نادي الألعاب الرياضية we have lots of fun احنا عندنا الكثير من المتعة خلاص we play احنا بنلعب we jump نقفز we skip بالنط الحبل we run طيب بصوا كده هنا you kick the ball in football انت بتشوت الكرة فين في الفوتبول I throw the ball in basketball انا برمي الكرة في الباسكت بول بصوا باسكت بول throw top football kick you hit the ball in tennis بتدرب الكرة في التنس hit turn the page يلا نحل مع بعض open your books on page 197 ها هاتوا معايا الصفحة دي ويلا نحل مع بعض السؤال ده خلاص بقى احنا عرفناه look read and match look انظر read اقرأ match وصل او بدلا ما احنا بنوصل بنكتب في ال stars الفاضي اول كلمة عندي hit 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 معناها يضرب ها فين اي صورة او اهو hit hit بيدرب بي racket هي hit رقم كام one يبقى كتب في ال star الفاضيه كام one طيب بعد كده rocket rocket او ده المضرب بتاع التنس فين بقى this اهو هو راكت كان رقم كام two يبقى كتب هنا ايه two throw k هي c بس بتتنطق بالساوند k k la la l وبعدها u وبعدها b club naady club naady طيب t-shirt هو من درس قبل كده بس هنكتبه ايه دي اهو t شرطة shirt s h sh i كسرة خفيفة r t طيب هنا بعد كده ايه هو الرقم ده three number 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 يعني رقم number يعني رقم مشي طيب بتعالوا برده نكتبه n u m b e r number رقم طيب رقم three look read and kick and take through look انظر واقرأ واكتب علامة الصح عندي picture وعندي two sentences وفي جملة منها هي اللي صح البنت دي بتعمل ايه بتلعب انا شايفة مضربة تنس وكرة التنس فهي اكيد بتلعب تنس يبقى ايه she can play ايه تنس فين هي اهي شفت التنس صح شفت كلمة تنس يبقى حط علامة الترو فين علامة الصح ايه الولد دا بيلعب ايه بيشوت برجله كرة يبقى هو بيقدر فعلا هو يشوت برجله يبقى هي كان ولا هي كانت ها هو يستطيع هو عمل بيشوت الكرة هو يبقى هي كان يبقى حط علامة الترو هنا turn the page بصوا look read and write انظر اقرأ اكتب البنت هنا بتعمل ايه بتلعب التنس طيب هو بيسألني وحطت علامة الترو ليه عشان يقولي جواب ييس لما يحط لك علامة الترو دي معناها انه بيقولك قولي الانسر بتاعتك استخدم ييس يعني رد بايوة بنعم تعالوا نشوف بيسألني بيقولي ايه can she play tennis هل هي بتلعب تنس ايه ده ده غير ده جبش ما جبش كان طب اعمل ايه ده سهلة بصوا انا بتعامل مع اول طالما فعل المساعد مع الفعل المساعد والفعل اللي بعده الفعل المساعد والفاعل اللي بعده انا هنا قال لي هجاوب بيس صح ركزوا كده معايا حط لي علامة الترو كتبت ييس بعد اليس ها شطرين اللي بيفكروني لازم اكتب كما طب بعدها هعمل على طول تبادل او سهلة جدا ما قص هي كان هنا كانت مكتوبة رقم ايه الاول طب وشي مكتوبة ايه رقم اثنين لا انا هعكسكم هخلي شي هي اللي رقم وان وكان رقم تو بس وفولو ستوب كده اه بس كده خلصت ليه لما الفاعل يكون عندي اي فاعل غير يو ما بحولوش بجيبو زي ما هو يعني هنا كان شي بقت ايه شي كان كان شي بقت شي ايه كان جاوبت بيس وبعدها كما وبدلت تعالي يا شي وبعدين كان وحطت فلسطوب علشان بقى نهي الجملة ياس شي كان صح كده السؤال ده بيقولك ايه which which اداة استفهام معناها اي اي يعني بيسألك اي game can you play which game can you play اي لعبة تستطيع انت تلعبها which game can you play انا شايفة هنا صورة ايه فوتبول يبا انا هقوله ايه بصوا بعمل ايه هي مش هي يعني انتو تعرفوها which بحذف اداة الاستفهام وبحذف كمان ممكن احذف game هعمل ايه بقى بصوا ادي you ادور على الفاعل انا ببدأ الجملة في اللغة الانجليزية بالفاعل الضمير هنا فين you تعال يا you you بيقول لي استنى افتكر انا بتحول في الانصر لمين ل i i وبعد i فين الفعل المساعد can i can play football انا اقدر العب كرة القدم بس full stop الجرامر الاساسي يا ولاد عندكم اهو كان السؤال بكان طيب يلا نحل exercise number 5 read and circle اقرأ وحط الدايرة i kick the ball ها فين ball اهي ball يعني كرة i play tennis with a rocket انا بلعب التنس بالمضرب يبقى فين this المضرب كده درسنا خلص اتمنى انتو تكونوا فيمتو تعالوا ناخد الهومورك بتاعنا page 196 هنكتب الكلمات ديت الطريقة الصح اللي احنا متعودين بيها وتعالوا نشوف في كراسة ال Interactive Notebook في الكراسة التفاعلية بتاعتنا هنشوف ايه الهومورك بتاعنا اهي في كراسة دي هنشوف الهومورك بتاعنا ايه الهومورك بتاعنا هات قصة الصورة بتاعت هات وراكت هات وراكت تمام بس كده نشوفكم على خير